أفدت دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن مستهب بدانة الأطفال والمراهقين في أنحاء العالم قفز عشرات المرات في الأربعين عاماً الماضية وأن الارتفاع يتسارع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووفقاً لأكبر دراسة تجرى إلى الآن فإن 213 مليون طفل آخرين في الفئة العمرية بين خمس عوام وتسعة عشر عاماً كانوا يعانون من زيادة في الوزن في العام الماضي لكنهم لم يصلوا إلى مستوى البدانة استناداً إلى قياس طول ووزن 129 مليون شخص ودع الباحثون إلى تحسين التغذية في البيت والمدرسة وممارسة المزيد من التمارين لمنع هذا الجيل من البلوغ وهو عرض لمخاطر أكبر من الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان بسبب البدانة